السلام عليكم ورحبكم الله وبركاتو الأخبار يا ربنا كونوا بخير وهذا الاني فيديو اللي هتكمل فيه سيسارة أهم الكلمات المفوضة تكون معاك عشان تكون مستهدف مجايب للإنجليش زي ما تفعنا قبل كده ان الهدف للمساسدة ان شاء الله يكون معاك 4000 كلمة زي ما عملنا منشنت في الفيديو اللي فهادت أن الكلمات اللي معنا ممكن تكون انت عرفها فلو انت عرفها تحلمت حاجة كديدة وزي ما قلنا اكثر اكثر أنت هناك. ماذا يحدث يا ربما؟ هذا هو سبت رحمة رمضان و أنتظروا. The bottom of my shoe has a hole in it. The bottom of my shoe has a hole in it. The word bottom. The word bottom means the lowest part. على فكرة كلمة bottom اللي هي اسفل. لو انت قلتها bottom دي الامريكان بيقولوها كده و الانجليز بيقولو عليها bottom it's fine. أنا ما يهمنيش أي أكسنت. أنت بتفضلها. المهمة عندي أنت انطقها صح وتستخدمها في جملة كمان صح. بعد كده تعالي نعرف كلمة مهمة أوي اسمها clever. تعالي نبصها لها فمسة. The clever boy thought of a good idea. The clever boy thought of a good idea. When you call someone clever it means that this person can solve hard puzzles or problems. Again when you call someone clever it means that this person can solve hard puzzles or problems. ممكن كمان تستخدم كلمات تانية بيعور كلمة clever. زي مثلا smart or brilliant brilliant كلمة دي كلها بتدول عن الشخص ده ذكي جدا. كلمة مهمة برضو في الفيديو ده اسمها cruel. تعالي نبصها لها في مثال وحاول تخمن المعنى بتاعها من المسال المعنى. The cruel man yelled at his sister. The cruel man yelled at his sister. The cruel man yelled at his sister. علشان تعالي بس كلمة يل. To yell is to shout. To yell is to shout. To yell is to shout. تخمنت المعنى؟ تعالي نشوف معنى هكذا بالإنجل. The cruel people they do bad things to hurt others. And now let's move on to the next one. The other children will hide while you count to a hundred. The other children will hide while you count to a hundred. كلمة hide. أنا عايز آرف معنى كلمة hide. أولا دي فعل بمعنى يختبر. تعالي نبص على معنها بالإنجل. To hide is to try not to let others see you. To hide is to try not to let others see you. خذ بالك الماضي بتاع verb to hide is hid. والصفة وتقصير في التالب بتاعها اسمها hidden. للعلم بالشيء يذكر لابة الاستغمية بتاعتنا اسمها hide and seek. وآخر الكلمة معانا اللي هننجي بالفيديو دا هي كلمة finally. كلمة finally. دعنا نبص على معنها بالإنجل. He finally crossed the finish line after five hours of running. He finally crossed the finish line after five hours of running. دعنا نبص على معنها بالإنجل. If something happens finally, it happens after a long time or at the end. If something happens finally, it happens after a long time or at the end. تلعيق دلواتي بتقول المسيد. تلعيق دلواتي. تلعيق دلواتي. تلعيق دلواتي.